نجم مصر من فريق نادي الزمالك هو كان الكابتن عمر الجابر لعب براميدز لاعب نادي الزمالك وبراميدز انت بتتمنى طبعا عودة عمر جابر لنادي الزمالك اكيد طبعا اه طب ايه اللي بيتميز بيه عمر جابر من وجهة نظرك يعني يعني الخفة والمرونة لعب سريع اه لعب سريع طيب بصراحة كده يا اسامة ايه اسباب انضمامك لنادي نجم مصر ايه اللي خلاك تنضم النادي نجم مصر والله يا كابتن أنا كنت متابعكم من فترة تمام وفيه يعني أصحابي معكم والمصدقية برضا تمام طيب بصراحة أي طموحك مع نادي نجم مصر طموحي بإذن الله إن شاء الله يعني أحجز نفسي بالتشكيلة الأساسية معكم بإذن الله ده في الأول وطميح أن ألاع في الثلاثة اللانديا الكوبر أهل وزمالك إسماعيلي طيب أنت أصلا مقيم في القاهرة أو من فين أوسامة أنا أصلا من أسيوط أساسي بس أنا هنا مقيم في القاهرة يعني شغله كده بس العيرة طبعا والأهل تبوهم هناك أنا عايز أقول يا جماعي أن نحن عندنا برض أكتر من لاعب من أسيوط ومن سهاج زي ما قلتلكم في الحلقات السابقة أن نحن عندنا لعبة من جميع المحافظات في بعض اللعبة احنا تدريباتنا سواء كانت في القاهرة أو في الصعيد أو الفرع اللي هو في القاهرة أو في الصعيد إحنا بنوفر ساكن يا جماعة ليه أنا مثلا فرع اللي في القاهرة بتجيني لعبة من الصعيد اللعبة دي مش هتجيني كل تدريب تبقى رايحة جاية ربنا يعلم بالإرهاق عشان اللاعب يقدر يجي من الصعيد لغاية القاهرة لا دي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا جدا فعشان كده احنا بنوفر سكن لللاعبين فلما بيجي اللاعب يا جماعة بيجي اللاعب ينضم أو بنيجي نتعاقد معاه فأول قعدتنا معاه يعني ده اللي حصل مع أسامة ومع قبل أسامة ومع اللاعب اللي هي جات قبل أسامة أول حاجة جماعة الاتفاق عشان تيجي حضرتك بعد انتهاء الموسم لما نيجي كده نتكلم أو نيجي نتحاسب لأ حضرتك ما تقولش أن أنا قلت لحضرتك أي حاجة أنا موفتش بها أنت حضرتك اللاعب اللي بيجي يا جماعة وأول اللي بيشاهدني دلوقتي واللي حابب أنه يكون موجود في نادي نجمه مصر لازم تعرف إيه اللي ليك واللي عليك اللي ليك يا جماعة أن أنا أول حاجة بسلمك شنطة لبس كاملة بس ما عادة طبعا الإسترز بتاعك تاني حاجة أنك أنت بتتمرن معنا بنجهزك بنجهزك بمطشات وديها مع الأندية الكبيرة بتلعب معنا الدوري غير كده يا جماعة أننا كمان بنسوأك صح كلنا شفنا أو أنتو كل اللاعب اللي راحت وخاضت اختبارات وقاعدت تروح في الاختبارات وتنزل خمس دقائق أو دقيقتين أو ثلاثة وفي الاخر يتلها شكرا لا أنا لما بعمل مطش ودي مع نادي الزمالك ويجي لاعب من عندي بيظهر كويس اللاعب ما بيجيش يقول أنا عايز أشوفه لا ما أنت شفته حضرتك في التسعين دقيقة عشان كده دي أفضل طريقة للتسويق اللاعب اللي بيكون عندي لما بتلعب مطش ودي سواء قدام الزمالك أو لا لأي لاعب كويس طبعا الفريق اللي قدامي بيتمنى أنه هو يحصل على خدمات اللاعب ده وإحنا ما بنقفش في طريق حد إحنا مهمتنا إن إحنا نجاهز اللاعب بتاعنا وإن إحنا نعرضه أو نوديه النادي أكبر عشان يقدر اللاعب يستفيد ماديا وده اللي حصل معنا يمكن إحنا عندنا تقريبا بالزبط كده الموسم الفاتح عندنا 12 لاعب من عندنا مش راحه أمدية تانية اللي راح أمبي اللي راح سيراميكا كيلوباترا مع الكابتن محمد سعيد عندنا بقول لكم محمد عادل ده موليد 2005 ده كان مكسر الدنيا ده كان بيلعب أساسي مع 2005 و2003 و2001 وكمان لعب بعض المطشاط مع موليد 99 فالكرة يا جماعة مدام أنت نزلت التدريب ومدام أنت خلاص تأيت مع فريق وطلع لك كارنيا الرسمي خلاص بقى اثبت وجودك اثبت وجودك بنفسك بمستواك بمجهودك بتعبك باستمرارك في التدريبات الفريق أو استمرارك مع الفريق طيب كسامة إيه طموحاتك مع نادي نجم مصر إيه اللي أنت بتتمنى مع نادي نجم مصر تموحاتي بإذن الله يعني اجتهد واشد يعني حلوة وبقى حاجة في المستقبل يعني ايه النادي اللي بيحلم به أسامة عبد الرحمن أنه هو ينصقل ليه نادي الزمالك يعني لو جالك الأهلي مثلا ترفض بما إنك زمالكاو يعني محتاجة التفكير ده كله لا لا ما فيه الحد يرفض طبعا أي حد يتمنى أنه هو يعد قدامي النادي الأهلي كده مش أنه هو كمان ينضم للنادي الأهلي زي ما كمان أي حد شرف ليه أنه هو يعد قدام بوابط نادي الزمالي طيب أسامة مين الناس اللي بتشجعك أو مين الناس اللي بتقولك لا مستوى كويس كمل أنت بكرة وبعد وإن شاء الله هتكون حاجة كبيرة في كرة القدم زي والدي ووالدتي من أصحابي يعني المقربين يعني زي أكتر من أخوات يعني نعم والكابتن سيد سعد ده حكم في الممتاز في الدور الممتاز ده شافك في الملعب إيه اللي حصل إحكي لنا كده الحكاية كان في دورة رمضانية كنت نازل فيه أنا وأصحابي يعني نجمعين فرجة مع بعض تمام هو شافني فيها وجال لي حركة مخركة مساعتها ونساعتها ما اتصلش يعني مشغولياته كده ها فهو كان بيدعمك كان بيقولك لا كامل ها هو كان بيقولي كامل ها ها طب ما حاولتش يا أسامة تلعب في أي نادي عندك مثلا في البلد المحافظة يكون قريب زي بترول أسيط زي أسمنت أسيط لا نعمر هناك صعبة شوية لا صعبة وفيها نظام وسطات أكتر يعني أنا لما كان اسم الأسيط أنا كنت لناك وعدت الاختبارين وجيت عند التالت وفشلت كله عشان يعني نظام وسطات وفيه لاعيبة متستحقش يعني يعني انت بتحس يا أسامة بصراحة كده لما انت بتكون مثلا في الاختبارات بتحس ان هو اختار لاعب انت بتشوف نفسك انك انت أفضل منه أو انت تستحق انك انت تنضم الفريق ده عن اللاعب اللي اختاروه هكيد طبعا يعني طب اقولك أنا حاجة كابتن أنا كنت لما في الأسيطي في واد يعني في لاعب اه لاعب طيب عمز احمد فتحي كده في اللاعب في المستوى اه بس أنا مستغرب ان ما اخدوه ايش اه وخد لعب اقل خد لعب اقل منه عشان ابوه حاجة عالية يعني تحسي طيب الناس اللي بتدعمك او الناس اللي بتسندك او الناس اللي بتقولك تكمل تقول لهم ايه من خلال قناة الصحة والجمال وبرنامج نجنو مصر او توعيدهم بايه ان شاء الله بإذن الله يعني مش هخيب أملكم فيه تمام وان شاء الله بإذن الله هكون عندي حسن ظنكم هتكون في الزمالك ان شاء الله ان شاء الله يعني ممكن مع نهاية الموسم كده تطلع معاي بحلقة تانية تكون انتقلت النادي الزمالك بإذن الله ان شاء الله ده وعد ان شاء الله ان شاء الله وساما شرفتيني ونورتيني الله خليك اكد طيب بكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا انتظرونا الاسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج نجم مصر